أعطيكم العافية رح نحكي بـ Task 4 عن CREATING REVERSE CHILL USING TCB SATION HIJACKY بالبداية أنا شغلت الأكسبريمنت على LabTainer في 3 Machines Attacker Server و Client بهاي الأكسبريمنت نحتاج 2 terminal فبدنا نكتب Command عشان تفتح لي كمان هيها موجودة بنهاية النهاية عشان تفتح لي command ثانية عفوا ترمينال ثانية من الأتاكر هي فتحت لي ترمينال ثانية من الأتاكر طيب هيك صار عندي تو ترمينال من الأتاكر طيب هنبلش بالأول شو يعني REVERSE CHILL REVERSE CHILL يعني انه فيه 2 Machines واحدة من الماشينز بتقدر تفتح الشيل أوف الماشين الثانية عندها يعني الأتاكر عندنا اليوم بقدر يفتح الشيل أوف السيرفر عنده الشيل أوف السيرفر عنده طيب كيف ممكن تصير هاي العملية طبعا احنا هسا بالبداية مش 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 مشغلين الأتاك بس بنا نشوف هاي الكوماند اللي بتتنفذ عندي السيرفر شو بصير شو أثرها عندي الأتاكر فإذا الأتاكر قاعد بعمل listening على بورت تسعين تسعين فإذا الأتاكر listening على بورت على هذا البورت السيرفر بقدر يعمل الكونيكشن على هذا البورت ويبعث الشيل تبعه يصير الأتاكر قادر يعمل اكسس للشيل أوف السيرفر عنده من خلال هاي الكوماند هاي أنا جبتها من التاسك شو معناها هاي الكوماند إني بدي أفتح باش شيل إنتراكتف باش شيل إنتراكتف باش شيل بنفس الوقت هذي الشيل الاوتبوت تبعه رح يصير الريدي دايريكشن على هاي كونكشن هاي كونكشن إذا هاي السطر هون اللي مضلل هون معناه إني بدي أفتح كونكشن السيرفر بده يعمل كونكشن تي سي بي مع هاذ الاي بي اللي هو الأتاكر اي بي آدرس على هاذ البورت يعني بدي أفتح شيل الاوتبوت للشيل هاي رح يروح على هاي الكونكشن وبنفس الوقت كمان هاي معناها إنه الامبوت للشيل كمان رح يجي من هاي الكونكشن وآخر إشي هون معناه إنه الستاندرد إرور اللي رح يصير كمان رح يصير الريدي دايريكشن على الشيل يعني بالمختصر رح نفتح شيل الامبوت إلو هو الكونكشن والاوتبوت إلو هي كمان الكونكشن إذا خلينا نعمل انتر هاي احنا مشو عاملين listening خلينا نعمل انتر هاي جرد ما الاتاكر listening جرد ما السيرفر عمل شو طلع عنده؟ طلع عنده الشيل أوف السيرفر يعني إحنا الاتاكر حاليا كأنه موجود على السيرفر وبيقدر يعمل كل الكوماند كأنه سيرفر طب هزا الكوماند هاي كتبها السيرفر إن كتبت على السيرفر فهي مهمة الاتاكر اللي هو إنه يعمل ساشن هايجاكينج شو يعني ساشن هايجاكينج؟ رح يصير فيه كونكشن بين كلاينت والسيرفر الاتاكر رح يبعث باكت من عنده للسيرفر تبين كأنها جزء من كونكشن لكلاينت سيرفر هاي الباكت رح تعمل رح يكون فيه البيلوات تبعها هاي الكوماند فهاي الكوماند لما الباكت توصل على السيرفر رح تتنفذ عند السيرفر طيب كيف رح نعملها؟ خلينا نفصل الكونكشن هاي رجاء التاكر سيرفر خلينا بالبداية نشغل الويرشارك هاي شغلنا الويرشارك رح يشتغل هاي لسنينج على ايثر نت ديرو هنفلتر على تي سي بي طيب حسا الكلاينت بدو يعمل تل نت كونكشن تل نت على السيرفر هاي تل نت كونكشن على السيرفر باسورد وبنتو يوزرنام وبنتو هاي الكونكشن صارت موجودة على بين الكلاينت والسيرفر نروح نتفرج على الترافك اللي موجودة على الويرشارك هسا هاي الترافك اللي طالع بين الكلاينت وبين السيرفر رح نتفرج على اخر باكيت اللي طالع من الكلاينت للسيرفر رح نشوف فيها نفتح تي سي بي هشوف السورس بورت الدستيناشن بورت السيكونس نمبر والاكنولجمنت نمبر اللي الاتاكر رح يستخدمهم عشان يعمل جينيريت للباكيت رح نعمل جينيراشن للباكيت باستخدام طول اسمها انبين رح نكتب الوبشن التالي ماينس سورس اي بي اللي هو سورس اي بي رح يكون الكلاينت الباكيت طالع صحيح من عندي الاتاكر بس رح تبين كأنها طالع من عند الكلاينت فرح نكتب اي بي ادرس لكلاينت خمسة وعشرين زيرو ثري ماينس فلاك اتنونجمنت لانها هاي استابلشت كونكشن رح تنبعث الباكيت كأنها جزء من الكنكشن ماينس جي اللي هي السورس بورت من ويم دي اجيب السورس بورت من الباكيت اللي موجودة على هاي السورس بورت هاي سبعة وثلاثين ثمانية ثلاثة اثنين شو بورت ثلاثة وعشرين ماينس سيكونس نمبر شو سيكونس نمبر رح نجيب نفس السيكونس نمبر اللي موجود هون اللينك للا الباكيت زيرو فنعملوكو بي شفت كونترول في نفس الاشي اكنورجمنت شفت كونترول في ماينس داتا داتا هو البايلود للباكيت البايلود parameter رح نحوط في fighters اللي بدنا توزه لنا بنا انفذها ح السيرفر لي بدنا ننفذها على السيرفر شو الكماند اللي بدنا ننفذها على السيرفر هي الكماند اللي بتفتح الريفرس شيل طيب الكماند اللي بتفتح الريفرس شيل بنفعش نكتبها زي ما هي لازم نكتب الهكس ربريزنتاشن إلها فكيف منا نجيب الهكس ربريزنتاشن إلها فيه فايل كود اسمه هكسي فايل دوت بي واي راح ننفذو هيك بننفذو الفايل هات شو بأخذ كماند لين أرجومنت السترينج اللي بدك تحوله لهكس فشو السترينج اللي بدنا نحوله لهكس هي الكماند هاي هاي الكماند هاي هاي التاسك تابعنا اوكي بس خاي اكبر هاته اكد اوكي بانده بالكوتاشن هاي انتر اوكي هاي السترينج تابعنا اللي راح نحطه عند الداتا هاي بس خلينا نرجع يكماند الانبينج تابعا اللي كتبناها طيب بدنا نكتب الداتا بس بنا نكتب الهكس ربريزنتاشن للداتا نأخذها كوبي كوبي هاي بيست هاي هاي الكماند عشان تتنفذ على السيرفر زي اي كماند انت بتكتبها على الترمينال لازم تعملها انتر فبنهايتها لازم نكتب زيرو دي اللي هي الكاريج ريتان الكاريج ريتان الانتر طيب هاي الباكت بعد ما عبينا الفيلد سبعونها لازم نكتب الدستيناشن اللي هو السيرفر هاي الاي بي اوف السيرفر هاي الكماند على السيرفر رح تتنفذ هاي الكماند هاي الكماند اللي بتفتح كونكشن مع الاتاكر فبننا نعمل على الاتاكر listening وعشان هيك احنا فتحنا الشل الثاني على الاتاكر خلينا نجيب الاتاكر الترمينال الثاني للاتاكر اللي هي هاي هاي هون رح نعمل listening الكونكشن هاي انسي مينس ال مينس بي تسعين تسعين مينس بي هسا الاتاكر listening بس نعمل هون انتر رح تنبعث الباكت على السيرفر السيرفر رح ينفذ الكماند هاي رح ينفذ هاي الكماند وهاي الكماند شو فيها فيها انه رح نعمل كونكشن مع الاتاكر اللي هو اصلا listening رح نبعث الشل على الاتاكر خلينا نعمل انتر خلينا نرجع هون هاي الترمينال اللي بتعمل listening فتطلعوا شو طلع عندي طلع عندي انه طار فيه كونكشن من السيرفر على الكلاينت على هاد البورت وهي رجع الشل فانا موجود على السيرفر وبقدر انفذ كل الكماند كأني على السيرفر وفعليا انا على السيرفر طلعوا هاي حتى الشل برومت تبع السيرفر فمثلا اذا بكتب اي كوماند هاد اي بي ادرس رجع لي اي بي ادرس السيرفر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة